هل المهر من حق الزوجة فقط أم أنه يحق لأبيها الإنفاق منه على أمورها وعلى حفلة الزواج ونحو ذلك المهر حق للزوجة قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا قال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف فالمهر حق للزوجة وملك لها ولكن إذا كان الولي أباها فله أن يأخذ من مهرها ومن مالها ما لا يضر بها ولا تحتاجه أوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فللأب أن يأخذ من مهر ابنته إلى الحد الذي لا يضرها ولا تحتاجه أما إذا كان الولي غير الأب غير الجد يعني كان الولي من إخوانها مثلا أو أبنائها أو بني أبنائها فإنه لا يأخذ من مهرها إلا ما سمحت نفسها به إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه غاني أم مريح هذا الخطاب عام للأزواج وللأولية